اهلا بكم من جديد دع المجتمعون في مؤتمر بروكسل إلى تعزيز الجهود الإنسانية لمساعدة السوريين ومحاكمة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي أسفر على سقوط المئات بين قتيلا ومصاب في خانشيخون أمس الثلاثاء وركز المجتمعون على تقييم الالتزامات الإنسانية التي جارت تعاهد بها خلال مؤتمر المنحين الذي عقد في لندن في فبراير شباط من العام الماضي انتهى مؤتمر بروكسل بوفود مثلت سبعين دولة ومنظمة ومؤسسة مالية عالمية جاءت تحت مسمى دعم مستقبل سوريا والمنطقة حيث هيمن الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خانشيخون بريف إدلب وراح ضحيته المئات على أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيرش أكد أن جرائم حرب لا تزال ترتكب في سوريا واصفاً الهجوم الذي وقع في خانشيخون شمال غربي البلاد بأنه مروع وعن الجانب الإنساني قال إن الأمم المتحدة مستعدة لحجد كل جهودها لتقديم العون والمساعدة لإعادة بناء سوريا داعياً المجتمع الدولي إلى تقاسم مسؤولية دعم اللاجئين السوريين بشكل أكبر فدريكا موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكدت بدورها على ضرورة دفع محادثات جينيف حول الأزمة السورية للمرحلة الانتقالية وقالت موغيريني في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا إن على المانحين ضمان استمرار تقديم المساعدة للسوريين ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى لبنان والأردن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في كلمته بالاجتماع طالب بدعم خطط ومشاريع بلاده التنموية لتغطية عز الموازنة بسبب إرهاقها لتحمل عبء عدد كبير من اللاجئين مشيرا إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأردن التي ارتفعت بعد استضافة اللاجئين السوريين أما سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قال في كلمته إن اقتصاد بلاده تضرر بشكل كبير والسبب استضافة اللاجئين السوريين كما طالب بتقديم الدعم إلى لبنان ومساعدته على تحمل عبء استضافة اللاجئين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر بريكسل لدعم اللاجئين السوريين تحدث الحريري في سياق كلمته عن شخص لبناني اسمه عبدالله استضاف عائلة سورية في كوخه الصغير وبعد فترة وجيزة جاءت الأمم المتحدة ومنحت على العائلة السورية بعض المساعدات دون أن يعطوا عبدالله أي مساعدة مشبها لبنان بعبدالله وحالته أرحب من بيروت بجاد يتيم كاتب ومحلل سياسي ويبقى معي غسان إبراهيم أعلامي من لندن أهلا بكم معي وأبدأ معك سيد جاد في المؤتمر كان هناك اهتمام من قبل الدول البنحة لإعادة أعمار سوريا برأيك كيف من الممكن الحديث بأعمار قبل تحقيق السلام؟ يعني هو تحديدا هذا السؤال الذي قلتيه هو تحديدا عقدة العقدة التي يجب البحث بها أولا أن كل مؤتمرات البحث كيفية تخفيف النزوح سواء تخفيف عبء اللجوء السوري على السوريين أنفسهم الذين يعانون الويلاد أو على الدول التي تستضيفهم أو حتى بحث إعادة إعمار سوريا كيف يمكن بأي منطق الحديث عن هذا الأمر من دون إيجاد أي حل سياسي وبالتالي من دون تغيير نظام الأسد الذي هو السبب يعني نحن المجتمع الدولي يفضل الآن دفع تكاليف جرائم الأسد وآخرها المجزرة التي باتت تحصل على مرأة من كل العالم باتت يكرر مجازره الكيموية بحق الشعب السوري المجتمع الدولي بهذه المؤتمرات ورغم حقية اللاجئين السوريين بالمساعدات ولكنه كأنه يقول لبشار الأسد اقتل وهجر ودمر ونحن سندفع فاتورة التهجير ونحن سندفع فاتورة اللاجئين يعني بدون حل سياسي وبدون تغيير الأسد الذي هو أساس المشكلة لا يمكن يعني لا أرى كيف البحث في كل هذه الأمور وأساسا المجتمع الدولي في كل المؤتمرات كان التزم بأرقام وما دفع منها هو أرقام لا ترقى إلى النصف حتى سيد جاد سعد الحريري من فرنسا قال أن لبنان بات مخيما كبيرا وقبل جبران باسيل وزير الخارجية قال أن من يهتم لأمور اللاجئين فليأخذهم لعنده في إشارة إلى الدول الأوروبية ما رأيك؟ ما وصفه سعد الحريري رئيس الوزراء بأنه مخيم كبير هذا بالمعنى الأرقام اللاجئون السوريين يشكلون نحو ربع أو تلت عدد السكان في لبنان هذا صحيح وهذا يتطلب المزيد من المساعدات لبنان ولكن الحديث عن هذا الأمر بلغة جبران باسيل هو حديث آخر نحن نعرف نوايا سعد الحريري وهو معادي بوضوح لنظام الأسد المعادي لحزب الله ولكن الحديث عن اللاجئين بدون الحديث عن التطرق لأمور السياسة في سوريا هو حديث ناقص أما بالنسبة لجبران باسيل وزير الخارجية فهو بالنسبة إليه يعني هو يفضل بقاء نظام الأسد حامل أقليات وبالنسبة إليه كان عنده أصلا طرحات برامي اللاجئين السوريين أنه فليعودوا إلى دمشق ليعودوا إلى درعة وليعودوا إلى حلب وحمص فلا شيء في سوريا يعني هذا المنطق الذي يكره اللاجئين السوريين فقط لأنه يعتقد أنهم بغالبيتهم هم ضد نظام الأسد طيب باختصار سيد جاد كيف وجدت خطاب سعد الحريري في مؤتمر بروكسل صراحة يعني هو خطاب ذو شقين في شق حمل فيه الهم اللبناني وغياب المجتمع الدولي ولكن في شق يعني هذا الكلام الذي قاله سعد الحريري كنت أتقبله منه لو لم يكن حليفا لحزب الله وللطيار جبران باسيل والطيار العوني في الحكومة هنا تكون حليفا لهؤلاء الاثنين وتتكلم بهذا الكلام وتصف اللاجئين بالنازحين وتصف الثورة السورية بأنها نزاع فهذا أمر أراه فعلا هو أمر مخجل وهو أمر لا يليق بنا نحن علينا أقل واجبات لبنان في حالات ضعف هو دعم الثورة السورية من خلال استضافة الناس الذين هجرهم نظام الأسد من حق سعد حريري أن يطلب دعم الدولة اللبنانية المنهكة أصلا لمساعدة اللاجئين ولكن ذلك يجب أن يتوازى مع خطاب سياسي قوي يذكر فيه بجرائم حزب الله يذكر فيه بجرائم النظام السوري وبالتحديد العتب على سعد حريري لأنه لأننا نعرفه كشخصية داعمة للثورة أنا لا أعتب على جبران بسيل إذا لم يذكر ذلك ولكن العتب على سعد حريري على الرغم من أنه حذر في آخر كلمته بالقول أن دفع الأمور ترك اللبنانيين والسوريين بهذا النطاق قد يدفعهم إلى أمور لا نستطيع يعني ضبطها أنتقل إلى ضيفي غسان إبراهيم سيد غسان يعني ما الفائدة من أنعقاد هكذا مؤتمر يعني سبع سنوات حرب وتشريد ودمار وصمت دوليحية لما يجري في سوريا يعني عبء اللاجئين سببه الأول هو أهل حرب في سوريا يعني بالتأكيد وخصوصا اليوم أنه أيضا يصادف وجود هذه المجزرة الكيميائية يبدو أن الأطراف المشاركة كانت كحال من يحاول تقاسم الغنيمة السورية هذه الغنيمة الدموية للأسف نشاهد أن الدول المستضيفة يعني من الطبيعة تبحث عن مصالحها تبحث عن تمويل بنهاية المطاف هناك اعتبارات كثيرة لا يمكن أن نقيس كل هذه الدول بنفس المقياس بعض هذه الدول ربما تستحق بنسبة متفاوتة بين الدول الأخرى ولكن في نهاية المطاف لنكون واقعيين أعتقد أن هذه المساعدات يجب أن تكون موجهة عبر منظمات محددة تقدم للاجئين بشكل مباشر وليس لعبد الله كما ذكر سعد الحريري أنا أتفق مع طرحه مع احترامي لرأيه واحترامي لأنه مع الثورة السورية بشكل أو بآخر ولكن علينا أن نتذكر أن هذه الدول الجوار وتحديدا لبنان لديها حالات متعددة هناك حالة طائفية في لبنان نشاهد حزب الله الذي يعرف ونشاهد وزير خارجية هي باسيل الذي يتصرف بعنصرية إذا تحدثنا أكثر عن هذا المؤتمر الذي كان عنوانه يعني حقيقة تفضل الذي كان عنوانه مستقبل سوريا وضيف جاد يتيم قال النقطة يعني أنهم يدفعون جرائم النظام يعني برأيك أعطاء مساعدات مالية للدول المستقبلة للاجئين هو مستقبل سوريا يعني هذه الأسف هذه قصر نظر المجتمع الدولي يعني أحسن النواية وأن أسأنا النواية يبدو هذا ما يخططون إليه في ظل أنهم لا يوجد إرادة حقيقية ورغبة حقيقية للتحرك لإيجاد حل أساسي المشكلة الأساسية هي الأسد وهي وجود حزب الله في سوريا ووجود إيران في سوريا ووجود روسيا في سوريا طالما كل هذه الأطراف موجودة في سوريا لا يوجد حل بمعنى آخر سوف يبقى لبنان مخيم كبير كما وصفه سعد الحريري وسوف يبقى الأردن يعاني وسوف تبقى تركيا تعاني وبنفس الوقت هذا الوضع المأساوي سوف يخلق المزيد من التطرف نتيجة بقاع أكبر إرهابي في سوريا وهو الأسد وبالتالي إن كان المجتمع الدولي حقيقة غير راغب بإيجاد حل هذه بضعة مليارات توزع هنا وهناك لن تساعد الدول المستضيفة ولن تحل المشكلة لدى السوريين أشكرك على المداخل غسن إبراهيم أعلمي من لندن وأشكرك جاد يتيم كاتب ومحلل سياسي من بيروت شكرا لكم 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 شكرا لكم